ازايك يا شباب النهاردة جايين نحل الفيلم فري جاي بعد ما نخلص من تحليل الفيلم هنعمل له مراجعة في السرية ان شاء الله في ديئة او دقيقتين بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساد جدا وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وعجبتك الحلقة وتفعل جرس التنميهات عشان يوصلك كل جديد ويلا بينا الفيلم بيبدأ بلاعب بيقع وبيخش جوا المدينة طريقة الطيران نفس طريقة دخول اللاعبين لمابة فورتنايت او لبافجي كمان اللاعب ده تشانينج تيتم وده اول ضيف شرف معانا في الفيلم المدينة اللي هم فيها اسمها فري سيتي وانا شايف ان المدينة دي بالكامل بكل الشخصيات الام بي سي او الغير قابلة للعب زي بطلنا كده مستوحية من مدينة جاتا نفس التصميم وشكل المباني والانفجارات الضخمة والبنت اللي بتلزق فيك دي وشكل الجراش بالعربيات اللي فيه وكل ده المهم بتظهر في الخرفية رجلين قالي املاق شبه اوي رجل قالي في فيلم ترمينيتور الجزء التالت ترمينيتور سالفاشن جوه المكان اللي جاي بيشرف فيه اهوة اتلاقي على الوحة مكتوب فيها اهوة ضعيفة اهوة قوية اهوة قوية اهوة قوية اوي اهوة سخن اوي اهوة غمق اوي اهوة ضعيفة اوي ما تفهمشوا ما كتبوا الكلمات دي ليه بس المصممين هنا تقريبا كسلوا يكتبوا انواع القهوة زي الكباتشين وغيرها المغبر اللي بتقابله مليه في الزكاكو بيديها الخريطة وبيقوم بالاداء الصوتي بتاعه للشخصية دي هيو جاكمون بنشوف مضرع من لابة هالو موجودة ورجاي وهو بيتمشى في الطريق اللاعب اللي دخل البنك عشان يسرعه لابس ازرق ده بيقوم باداء الصوتي الممثل ذراك وطلع كضيف شرف او كاميو في الفيلم لما جاي بيلبس النظارة بنلاقيه اكتشف البوابة او المدخل بتاع اللعبة الحياة جنب الرايد اللي قاعد بنلاقي صفيحة زبالة مليانة بكبيات اهوة على اساس ان كل شخصيات الان بي سي او الغير قابلة للعبة بيشربوا حرفيا نفس نوع الاهوة كل يوم المسدس اللي استخدمه جاي في انه ينتقل ما بين مكان للتاني البوابة اللي بتتفتح بالمسدس مرة لونها ازرق ومرة لونها اصفر ناري نفس لعبة بورتل بالزبط بنفس الالوان بنفس كل حاجة في شقة كيز لما بتخشله ملي بنلاقيه هولوجرام ريفرنس كده للعبة باكمان اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين ودي كانت حاجة بسطاني جدا لان انا كنت بحب اللعبة دي اوي لما جاي بيشتهر بيجالنا كاميوز وديوف شرف كتير اوي ستريمرز ويوتيوبرز مثلا زي نينجا اشهر يوتيوبر في العالم وجاك سبكتا وداندي تيم وليزر بيم وبوكي نيم لو قلت اسميهم صح ولا واحد فيهم بتابعوا الصراحة بس كان وجودهم حلو في الفيلم المهم اللاعب اللي كان بيشرح خبرته في القتال وبيوصف جاي وراء الظلال ده بيقوم بالاداء الصوتي بتاعه جون كلانسكي بطل فيلم اكوايت بليس واحسن مخرج تقريبا متصنى في السنة دي الطريقة اللي كان انتوان بيضمر بيها السيرفرات بالفاس واخدى نفس الشكله والطريقة ليك نيكلسون كان بيضمر الباب في فيلم زا شاينينج عشان يقتل مراته بالمناسبة فيلم زا شاينينج ده من اعظم افلام الرابل اللي عملها ستاني كوبريك في التاريخ انصحك بقوة تابعه شاينينج تيتم لما جاي راح له وياخد منه الشريط يتكلم عن ثانوس وعمل نفس الحركة بتاعت كفات ثانوس بايده وبيقول لجاي اعمله للسناب ونقضي على كل الاشر الموجودين في المكان انتوان لما كان بيكلم كيزو بيقول له يقضي على جاي ويعيد رسطرة ذكاءه الاصطناعي لانه بيخسره فلوس كتير جدا كان بيقول له اقضي عليه على طريقة ارنورد شوازينيجر ولغبط في اسم الممثل ارنورد شوازينيجر وقسمه المقطعين ودي ريفرنس الفيلم ترمينيتور بطولة ارنورد برضو وقدرته الفائقة على التدمير الافاتار اللي ضرب جاي في المنطقة الحساسة حسيت انه شبه لعبة سولتير اللي احنا كنا بنلعبها من زمان والبنت لابسة نفس لبس البنت اللي كانت بترقص جنب الشاشة الطريقة اللي هارب بيها ميلي وجاي بالموتوسيكل من الشباك حستها قريبة الفيلم ميشون ايمباسيبول لما توم كروس طار بالموتوسيكل بتاعه فوق الهضبة عشان يتفادى الشرير بعديها الطيارة النفسة اللي رجبوها نفس الطيارة النفسة اللي بيركبها اللاعبين وبيستخدموها في لعبة فورتنايت الافاتار تشانينج تيتم بيلعب بيه نيرد بيقوم بدوره نفس الممثل اللي بيقوم بدور كيث في سترينجر سينجيث بنلاحز انه امه بتخش عليه بتكنس الاوضة بمكنسة وامه دي بتقوم بدورها الممثلة تينا فيه كضيف شرف او كاميو في الفيلم في اوضة امه بنلاقي بوستر لأفنجرز انفينيتي وور وبوستر كمان لليت بول وصورة او لمحة من ريك ام مورتي واعظم حاجة موجودة في المشهد ده كله عروسة او فانكوبوب على شكل الجوكر ايوة كده اده لدي سي شوية كريدت بنتعرف على دود الكائن العملاق الغبي اللي حطوا عليه وش راين رينولز واستخدموا تقنية الديف فيك عشان يحطوا وش راين رينولز على الممثل العملاق ده عشان يخلوها واقعية على قد ما يقدروا بس ما كانتش واقعية قوي المهم بنسمع نغمة الافنجرز وبنشوف راين رينولز بيحمي نفسه بدرعي كابتن امريكا وهنا بيظهر كابتن امريكا كريس ايفنز نفسه وبيبغضب انهم استخدموا درعه هقولك حاجة سمعتها عجبتني جدا تعرف هما طلعوا كريس ايفنز ازاي في الفيلم كدور شرف اصلا راين رينولز كان بيصور مشهد درع كابتن امريكا في بوستن وكريس ايفنز كان موجود بالصدفة في بوستن في الوقت ده فراين رينولز اتصل بيه بما انهم صحاب وقال له انا محتاجك تطلع معايا في الفيلم التاعي ككاميو لمدة 10 ثواني ومش اخد من وقتك غير 10 دقيق تصوير بس كريس وافق وطلع المشهد وفعلا التصوير ماخدش منهم غير 7 دقيق والمشهد كان خلصان احب ادي كريدت سلسكرين رنت على المعلومة دي المهم بنشوف جاي بيحول ايده الايد هالكة املاكة وبيضرب دود بقوة وبعدها بيستخدم سيف ضوي والكل بينبهر لان السيف الضوي ده من اعظم سلسلة بالنسبة لامريكا اتعملت في التاريخ سلسلة ستار وورز اللي ديزني ان شاء الله هترجعها قريب الفترة الجاية ده غير اننا بنشوفه بيستخدم مسدس جاذبية من ايده وده نفس المسدس اللي بيستخدمه اللاعبين في لابة هاف لايف 2 واحدة من الاطفال اللي جاي كان بيساعدها كانت لابسة نفس الفستان اللي انا كانت لابسها في فيلم فروزن اه واللقطة اللي كل ما كان جاي عدي مهمة ويموت ويصحي يقرر نفس اليوم بتاعه واكنه عايش في حلقة مفرغة عمالة تتكرر كل يوم ومش عارف يخرج منها فدي ريفرنس الافلام كتير اوي اولهم فيلم جراوند هوك داي وهابي ديس داي ونيكد وفيلم الف مبروك لحمة حلمي اللي سكن بتاع الارنب اللي كان لابسها صديق كيز المبرمج جوه اللابة وهم رايحين يقبضوا على جاي ويقضوا عليه شايفها شبه او نفس اللي سكن الموجودة في بابجي على شكل ارنب برضو وبيستخدمها ناس كتير جدا لها موبايلات جاي وهو كل يوم بيفطر وبيروح شغله وبيسمع الاخبار وبيشوف بانيل فوضى والضمار والانف والاسلحة الكتير والطيارات اللي بتتضمر والبنك اللي بيتسرق كل يوم انا شايف ده كله انعكاس على واقعنا احنا اللي هو من كتر المصائب والازمات اللي بنمر بيها في حياتنا ما بيناش نحس باي حاجة زي ما تقول كده اتعودنا وما بقيتش فرقة شخصية المتخذل اللي بيمثلها جاي في الاول ومع الوقت تقدر يلاقي الحاجة اللي بترجع له اهتمام تاني بالحياة وخلته اقوى واحسن وعنده امل زي انت محتاج حاجة تديك الامل وترجع لك الشغف عشان تأويك وتاخد خطوة ايجابية في حياتك اخر حاجة اجابتني هو تصميم بيته البداي والبسيط جدا نفس تصميم بيت صاحبه لكن المبرمجين ما تعبوش نفسهم في تفاصيل كتير جوه بيوت الشخصيات الغير قابلة للعب يعني مثلا هتلاقي الكتب عنده في القوضة انهم متلونة بابيض وازرق مش مكتوب فيهم حاجة لان كده كده مش هيقراهم وفي الصالة الكتب ابيض وبني مش مكتوب فيهم حاجة برضو وفي بيت صاحبه الكتب موجودة على شكل اصفر وبني ومش مكتوب فيهم حاجة برضو جنب باب الشقة هتلاقي عنده مظلة لونها اصفر وجنب باب شقة صاحبه هتلاقي مظلة لونها ازرق وفي كل شخصيات الام بي سي هتلاقي مظلة لونها مختلف في نفس المكان لان المصممين كسلوا يبنوا حياة حوالين الشخصيات الغير قابلة للعب في النهاية الفيلم كان حلو جدا وبالنسبة لي كان كومبلة من المطهة البصرية اللي هو حاجة تتفرج عليها تستمتع بس وجبة دسمة من المؤثرات البصرية والأكشن والكاميوز والإستر إكز الكتير فيلم تجاري حقيقي ومع ذلك قدروا وسط كل الزحمة دي يعملوا قصة محترمة ويحببوك في البطل ويخلوك تتعاطف معاه وتخود رحلة التطور بتاعته للنهاية القصة الرومانسية اللي عرضوها في النص كانت خيط لذيذ ادى نكهة للفيلم وغير كده اصلا انا داخل الفيلم مش عايز قصة عظمة انا عايز استمتع بس وبالفعل خلوني استمتع وده اسمي نجاح على عكس فيلم سبيس جيم اللي كان شبهه بس فاشل لاني مفهوش قصة او تمثيل محترم مجرد حشر الشخصيات من ورنر بروس تقييمي للفيلم ده 8 من 10 والفيلم حالية متوفر على منصة ديزني بلس وفي السينما وفي مواقع كتير لو حابب تشوفه بس كده معلم خلصت حلقتنا على كده ياريت ما تنساش تعمل لايك وتقول لي رأيك في الكومنتات عجبتك الحلقة ولا لا وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيهات او بس